هو إحنا نحب التعامل مع الصين لأن دولة عظمى أولاً لها إمكانيات ضخمة جداً ثالثاً الصين دولة تحترم لآخر الصين ما عندهاش إملاءات سياسية الصين لما تتعامل مع دولة من الدول تتعامل يعني الند للند مهما كانت دولة كبيرة وصغيرة وما عندهاش شروط وما فيش تخوف من هيمنة سياسية نتعصين على أي دولة ولذا احنا مرتاحين كتير التعامل تعنامها دولة دولة صينية نحاول نتجاوز التجارة ونحاول نتجاوز الإجاز للعمل مع بعض في مشاريع مشتركة في كل ميادين ما فيش ميدان لي ما نتمناش فيه تعامل مع دولة الصين العظمى سواء في الفضاء سواء في التعليم العالي سواء في مساعدتنا على إنجاز أكثر في ميدان الصيدلاء في ميدان الدواء في ميدان في ميدان تكوين وكل ميادين مفتوحة بالنسبة ونربط مدننا في الأقصى الجنوب بالمدن من الشمال كذلك بالسكة الحديدية للنقل والنقل المسافرين هذه ما بين المشاريع اللي نتمنى نقوم بها مع الأصدقاء في الصين فيه مشاريع كذلك استغلال مناجم استغلال مناجم معنا وفيه اليوم منجم حديد من أكبر مناجم في العالم في مكان مسمى قراج بيلة باللهجة الجزائرية نتمنى أن نوصل هذا الحديد الخام المعدن إلى المصانع الموجودة حاليا في الشمال